خلينا نتكلم عن الجرعات. قولنا بقى الجرعات المفروضة أنا بقى أنا هو. يعني الحمد لله ما عنديش مثلا لقدر الله أمراض مزمنة. بذلك. أخذ بقى الجرعات قد إيه. ولو اتكلمنا عن أصحاب الأمراض المزمنة. عشان هم بيتمعونا دلوقتي. نقولهم الجرعات بتاعتهم بردو قد إيه. طبعا الناس الطبيعيين بيأخذوا هو كابسولة واحدة في اليوم. أوكي. هي الصبح بقى ولا الغدى ولا بعد. بعد الفطار لو أنا بفطر كوي. عشان الواقبة الأساسية للفطار. ممكن في ناس ما بتحبش تفطر وأنا مش معدها. لازم أفطر. عشان الفطار على فكر هو اللي بيأزبطي الحرق بتاع اليوم كله. صحيح. يمكن بتسمعي إيه أنا مش هفطر عشان أخيص لأطبع. لا بالعكس. لا طبعا نعمل الواقبة رئيسي. بس أفطر إيه ما ما فطرش بقى كرسونات وفتيهات وحاجات كتيرة جدا كده. لا أفطر الفطار صحيح. نبقى نتكلم بقى على موضوع الفطار أصحاب الأمراض المزمنة بيأخذوا قرس في اليوم ويقدروا يستشير الطبيب لو محتاجين أكثر من قرس. مش دي أنا 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 دكتورة سيدلانية. مش أنا اللي أقول هو محتاج أكثر من قرس أو أعلى هو هو طبيعي. تقصي دي أكثر من قرس عشان فيه نسب ممكن يطلبها منه دكتور أزياد كالسيوم زيادة برزينكي. زيادة دي بتبقى الطبيب المختص مش أنا لكن الطبيعي إن أنا باخد كابسولة واحدة في اليوم دعامة للمناعة دعامة للطاقة ويمكن هنا اللي شايفينه على الشاشة كمان يعظيمة المميزات الرائعة لألفا مولتي بيت هو عالي في تركيز الزنك يقوي المناعة غني بمجموعة فيتامينات بها الكاملة. ليه بقول غني بمجموعة فيتامينات بها الكاملة في عندي مكملات غذائية في الماركت بيبقى دعامة للفوليك أسد يعني موجود فيها الفوليك أسد وخمصومية كمان كويس نسب كويسة نسب هيلة وطبعا ما زيك زي ما أنا قلت لك زينك ونحاس لازم يبقى مع بعض دعم المناعة طاقة الزكورة الشعر البشرة يجمع بين الزينك والبيوتين والنياسين والنحاس لدعم ساحة الجلد والشعر والضوافر. ده هايل لا ده مهم قوي الضوافر والشعر ده احنا كلنا بنعاني من الموضوع ده أول ما يحصل كده وتبقى ضعيفة يقول لك رحادي نقص فيتامي هما ترقائي الستات على طول بيلجاوا لا في حاجة حصلة غلط أرأكي الجسمي محتاج حاجة أفاكد حاجة كويسة إن احنا بقى عندنا شوية. وأرجع أقول حاجة مهمة يا عظيمة طبعا تساقط الشعر ممكن يبقى طبعا يبقى نقص بيوتين زينك حاجات لكن مش كل يا جماعة تساقط الشعر أنا عندي أمراض مزمنة عندي مرض مناعي. ممكن لا قدر الله طبعا أمراض الغضة الدراقية بتعمل ده ضغط يعني فأنا لازم أقول بلو عندها أنيميا محتاجة حديد. فلازم أقول إن ألبا مالتي فيت أو الفيتامينات لا تعالج لكن لو أنا معنديش الكلام ده خالص وشعر بيقع وقتها قدر أقول أنت ما بتاكلهش كويس. آه التغذائي آه أوكي يعني إحنا لازم نلجأ نقول الأكلات الكويسة وندعم معها المكمل الغذائي اللي بيساعدنا اللي بيضف لنا صح؟ يعني حتى لو في ناس بتقع منها الأكل ساعات بنظام يومهم يشتغلوا طول اليوم بينزلوا طول النهار بيأكلوا أجبة واحدة ساعات بيحصل أصبر عنهم. فدول يقدروا يعوضوا بالمكمل الغذائي. إذن بالضبط ما بيتعرفش للشمس ياخد فيتامين دال. فبياخد لازم ياخد أدوية. على طول الفيتامين دال مهم جدا. مهم جدا للمناعة ومهم لكل حاجة للمود والتركيز. فطبعا بنصح إن إحنا نقعد تلت ساعة في الشمس. وحط السونسكرين عشان لا تخدش السلبي بتاع الشمس. نبدأش بقى نشتكي من حاجات جلدية ونبقى بقصة جلدية. لكن لو ما عملش ده أكيد برشح. أكيد بدعم فيتامين دال أكيد. موجود في الصيدليات. خلينا نقول تاني هو شكل العلبة. كالسيوم بي 12 بي 6 بي 5. والسي والإي والكوبر والأ. والفوليك أسد. طبعا فوليك أسد رائع. وطبعا موجود في الصيدليات. تكلمونا يا جماعة عن طريق الرقم. الرقم شركة بايو ناتشرال. الكول سنتر موجود لخدمة كل الناس. والرد على كل الاستفسارات. واللي عايز يعرف لو محافظة أي محافظة في مصر. السلسلة السيدلات أو السيدلات اللي احنا موجودين فيها. الكول سنتر هيرشح لكم السيدلات القريبة منكم. ودي أحلى حاجة. وزارة حلوة. أولا طبعا حاجة احنا مرخصة. ويعني حاجة مضمونة موجودة في السيدلات. دي أحلى حاجة ان انتم كمان عملتوا حساب أصدقائنا ألف المحافظات. طبعا طبعا.